يعطيكم العافية كيفكم طلابي مدارس الوطن العربي اليوم رح نأخذ أول درس من الوحدة الثانية لهذا الفصل السياحة وأنواعها رح اليوم نعرف أنه لماذا الإنسان يسافر أو يفكر يوما ما بالسفر داخل حدود الدولة أو خارج حدود الدولة عشان نتعرف شو الأسباب اللي بتأدي إلى سفرنا في داخل حدود الدولة أو خارجها رح نتعرف بداية على مفهوم السياحة وهي امتقال الأفراد من مكان إلى آخر دار داخل حدود الدولة أو خارجها بغرض زيارة الأماكن الدينية الحضارية العلاجية الترفيهية أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والاستجمال طبعا السياحة لها عدة مكونات من أهمها السائح، المعالم السياحية، البلد المضيف والخدمات السياحية ونمط السياحة هاي هي داخل حدود الدولة أو خارج حدود الدولة طبعا فيه أنواع للسياحة سياحة دينية، ترفيهية، ثقافية، علاجية، رياضية، بيئية رح نتعرف على أول نوع من هاي الأنواع الدينية الدينية هي زيارة الأفراد للأماكن المقدسة سواء داخل الدولة أو خارجها كزيارة مساجد أدرحة كنائس مواقع دينية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس وبيت لحم والفاتيكان طبعا الهدف من هاي السياحة تقوية الوازع الديني وانعاش الجانب الروحي طبعا ثاني نوع من أنواع السياحة الترفيهية السياحة الترفيهية هي ثاني نوع هي طبعا من أقدم أنواع السياحة والأكثر انتشار حيث وصلت نسبة انتشارها إلى 80% من مجمل السياحة الدولية تتدخل مع الكثير من أنواع السياحة الهدف منها الاستمتاع الترفيه عن النفس ممارسة الهوايات كرق كوب الأمواج وتسلق الجبال والغوص تحت الماء وطبعا من الدول التي تعتبر من أكثر المناطق جذبا لهذه النوع من السياحة هي دول حوض البحر الأبيض المتوسط ودول الكاربي هي من أكثر المناطق ليش؟ بسبب اعتدال مناخوها وتوفر الشواطئ الخلابي فيها السياحة الثقافية من اسمها السياحة الثقافية هي زيارة أفراد لمواقع أثرية معالم تاريخية متاحف الهدف منها التعرف على حضارات الأمم السابقة والحالية بيندرج تحت هذا النوع من السياحة سياحة المعارض، معارض حرف، صناعات يدوية، مأكولات شعبية الزياء وفنون ومهرجانات تاريخية كمهرجان جرش الثقافي السياحة العلاجية وهي رابع نوم من أنواع السياحة من اسمها علاجية هي قيام الفرد بالصفر من أجل الاستشفاء والعلاج والاهتمام بصحته الجسدية والعقلية داخل الحدود أو خارج حدود الدولة طبعا تقنسم إلى طبية واستشفائية الطبية زيارة مراكز صحية مستشفيات لماذا؟ لأنه بتوفر فيها تجهيزات طبيق كوادر بشارية ذات كفاءة عالية السياحة الاستشفائية قيام الفرد بالصفر من أجل الاستشفاء بالاعتماد على عناصر طبيعية في علاج المرض وشفائهم من أمراض عظام، أمراض جلدية، أمراض جهاز تنفسي طبعا من الدول اللي فيها هذا المجال السياحي أو هذا النوع من أنواع السياحة هي ألمانيا وتشيق وبعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان طبعا عندنا بالأردن مثل البحر الميت وهو يعد من أكثر الأماكن الاستشفائية عندنا في الأردن لوجود مياه مالحة غنية بعناصر طبيعية من المعادن وتوافر كفاءات مدربة خامس نوع وهي السياحة البيئية نوع حديث من السياحة ظهر في مطلع الثمانية ما معناه أو ما مفهومه هو زيارة مناطق غير معرضة نسبية لأي أدرار بيئية بغرض الاستمتاع وتأمل الطبيعة مثل زيارة محميات طبيعية ومجاهد الطيور برية طبعا هاي السياحة مسؤولة بشكل بيئي كيف؟ بحيث تروج للمحافظة على الموقع الطبيعي من أي أدرار الإقلال ما أمكن من الأدرار بالطبيعة وبما واردها آخر نوع من أنواع السياحة وهي الرياضية المقصود بها المشاركة في الألعاب البطولات من أجل المنافسة والاستمتاع بمشاهدة الأنشطة الرياضية ويمكن طبعا يرافق هذا النوع من أنواع السياحة ممارسة أنشطة أخرى من السياحة ترفيهية أو بيئية حسب تنتشر هاي السياحة في كثير من دول العالم خاصة في الدول المتقدمة ذات المستوى المعيشي المرتفع طبعا ليش هناك بتنتشر؟ لأنه بيكون هناك تطور في توفر منشآت رياضية أدوات خدمات مرافقة لإلها من أشكال هاي السياحة رياضية وعننا الجماعية وعننا الشتوية والصحراوية مثال على الرياضة البحرية سباق اليخوت والقوارب الشراعية الجماعية كبطولات كرة القدم العالمية الرياضة الشتوية كالتزلج على الجليد والصحراوية المتمثلة بمنافسات ركوب الخيل والجمال وقوة التحمل إحنا بنكون هون أنهينا درسنا لليوم يعطيكم ألف عافية وبتمنى يا طلابي حل الأسئلة وياتيكم لعافية